لم يكتفي التراجي التونسي باستفقاته التي أتمها حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية لينتقل لمنافسة الأهل المصري على لاعب مميز يستهدف حامل لقب دور أبطال إفريقيا تستمر جهود إدارة التراجي التونسي الكبيرة في الفترة الحالية للاستفادة بأكبر قدر ممكن من فترة الانتقالات الصيفية الحالية لضمان المنافسة على مختلف الألقاب في الموسم المقبل التراجي نجح بالفعل في إتمام العديد من الصفقات المميزة خلال الصيف الحالي لكنه لم يتوقف عن السعي لضم عدد آخر من اللاعبين سعيا لتحقيق أحلام جماهيره في الموسم الجديد العديد من المنافسات في انتظار شيخ الأندية التونسية في الموسم الجديد بداية من البطولة المحلية بالدوري والكأس وصولا إلى دوري أبطال إفريقيا ودوري الإفريقي كذلك مونديا للأندية التراجي يسعى للحفاظ على لقب الدوري المحلي الذي استعاده في الموسم الماضي بخلاف البحث عن الفوز في البطولة القرية بعد غيابه عن منصات التتويج منذ 2019 شيخ الأندية التونسية أتم العديد من السفقات لكنه يتحرك في الوقت الحالي بكل قوة لقطع الطريق على الأهل المصري لاستعادة نجمه السابق محمد علي بن رمضان والذي يلعب حاليا في صفوف رانك فاروزي المجري بن رمضان بالفعل وفق على العودة من جديد إلى صفوف التراجي الذي لعب له منذ 2018 حتى 2023 في خطوة كبيرة من إدارة شيخ الأندية التونسية ولكن حتى الآن لم يحسم صيغة الانتقال لفريقه السابق تدرس إدارة التراجي تونسي في الوقت الحالي ضم محمد علي بن رمضان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إضافة بند بإحقية الشراء في عقده أو التحرك للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي خلال الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن لم ينجح لاعب الوسط التونسي في إثبات نفسه في تجربته الأوروبية وظل حبيس مقاعد البدلاء مع فريقه المجري رغم أن معدله التهديفي مع فريقه جيد نسبة إلى مركزه مسجلا هدفين وصانعا ثمانية آخرين الأهلي المصري لن يترك التراجي يحسم الصفقة بسهولة فرغم موافقة بن رمضان على العودة إلى شيخ الأندية التونسية إلا أن القدرات المالية للفريق الأحمر قد تساعده على إقناع بن رمضان للانضمام إلى صفوفهم في الموسم الجديد مع السجل التاريخي للأهلي في البطولات القارية ومشاركته الأكيدة في مونديال الأندية كذلك ست صفقات نجحت تراجي حتى الآن في حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن إدارة النادي تستهدف على الأقل إتمام صفقتين جديدتين قبل نهاية الانتقالات الصيفية أربعة محليين في قائمة صفقات الترج الجديدة وهم البشير بن سعيد أربعة محليين في قائمة صفقات الترج الجديدة وهم البشير بن سعيد والمدافع حمزة القلاصي والظهير الأيسر أيمن بن محمد والمهاجم يوسف العبدالي بخلاف صنائي من المحترفين الأجانب وهم الجزائري يوسف البلايلي والجنوب الأفريقي إلياس موكويانا ترجمة نانسي قنقر